تستعد الشركة المصرية للأقمر الصناعية ببدء الاستعداد لإطلاق أحدث أقمر الشركة نايل سات 301 ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028 وأكدت الشركة أنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالي موعدا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق كاب كنفرال بولايات فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس إيكس العالمية شكرا